ذكرت صحيفة ديلي ميل أن مكيف الهواء تعطل في طائرة بوينغ 737 فاحتجز المسافرون على متن رحلة جوية كانت متجهة من تركيا إلى ألمانيا في درجات حرارة تفوق الاثنان وخمسون درجة مئوية وذكرت الصحيفة البريطانية أن تاريخ الحادثة يعود إلى 6 يونيو وأن الطائرة تابعة لشركة مافي جوك وكانت متجهة من أنطاليا تركيا إلى مونستر ألمانيا مبينة أن وحدة تكييف الهواء تعطلت في الطائرة قبل الإقلاع وبقيت الطائرة على المدرج الساخن لمدة ساعة تقريبا مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وقال دومينيك يانسن من لير في ولاية ساكسونيا والذي كان في أنطاليا في إجازة مع عائلته عندما ركبنا لاحظنا على الفور ارتفاع الحرارة في الطائرة وقالت زوجته نانسي إنها ساعدت طفلا يبلغ من العمر خمسة أشهر حيث قامت بتهويته في محاولة للحفاظ على برودة الطفل وبحسب الركاب لم يكن هناك سوى القليل من المساعدة من الطاقم وبدلا من ذلك استمرت الاستعدادات للرحلة وتوجهت طائرة بوينغ نحو المدرج وخاطب طبيب يتحدث التركية الطاقم محذرا من أنه إذا أقلعنا الآن فلن ينجو الأطفال وعاد طيار الرحلة أربعة أم أربعمائة وتلاثة عشر في النهاية إلى المطار لكن الأمور لم تتحسن هناك أيضا وقال دومينيك شركة الطيران لم تقدم أي مساعدة على الإطلاق لم يوزعوا حتى الماء وقالت شركة الطيران في بيان سلامة ورفاهية الركاب وطاقمنا هي أولويتنا القصوى ترجمة نانسي قنقر